في الاسكواش مصطفى عسل وطارق مؤمن تأهل لربع النهائي في بطولة قطر كلاسيك للاسكواش مصطفى عسل وطارق مؤمن وصلوا لدور ربع النهائي في بطولة قطر كلاسيك البطولة بتصدفها الدوحة في الفترة من 17 ل23 أكتوبر وقيمة جوائز البطولة حوالي 187 ألف دولار وتعتبر من البطولات بفئة بطولات البلاتينيوم أعلى فئة في بطولات الاسكواش طارق مؤمن كسب اللاعب توم ريتشاردز 3-0 ومصطفى عسل كسب يوسف سليمان برضو 3-0 مبروك للاعبتنا المصرية وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق سواء مصطفى عسل أو طارق مؤمن بإذن الله ترجمة نانسي قنقر